خلال ترأسه الاحتفال بعيد البشارة والذي أقيم في بازليك البشارة في مدينة الناصرة بمشاركة النائب البطرياركي في الجليل المطران رفيق نهرة وحضور عدداً من الأساقفة والكهنة والرهبان والرهبات وجمع كبير من المؤمنين والحجاج وجه غبطة البطريارك بير باتيستيا بات سبالة بطريارك القدس للاتين عيضة إلى المؤمنين والمؤمنات جاء فيها في كل عام من احتفالنا بهذا العيد نجتمع في بيت العذراء مريم في الناصرة لنتأمل في سر التجسد وإذا نظرنا إلى واقعنا بشكل عام نرى الحروب والانقسامات الجارية وهي ليست فقط في الأرض المقدسة بل في معظم بلدان العالم وأضاف غبطته إن الإيمان هو قوة للتغيير ولا نريد فقط أن نحب هذا العالم بل نريد حفظه وبالنسبة للمسيح فهو منفتح على حياة العالم ولا أحد يستطيع أن يفصلنا عن محبة المسيح وختم البطريارك بتسبال عيدته قائلا نحن من الناصرة بيت العذراء مريم لنؤكد مجددا بنعميع على خطة الله لخلاص هذه الأرض ونعيد تأكيد التزامنا بهذا التغيير في الكون فما من شيء يعجز الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر